ولسه بنكمل كلامنا مع ديوفنا اللي بينورونا في الستوديو دكتور محمد محسوب عميد كريت حق جامعة القاهرة وأستاذ عصام لسلم بولي الفقية الدستوري وأستاذ عصام كنم يتكلم على مجلس الشعب ومجلس الشورى أنا بس أعد أتكلم عن الناس لازم تفهم مسألة مجلس الشعب ومجلس الشورى يعني فكرة البرلمان في حد ذاته له نظامين يأخذ منظام الغرفة الواحدة كما يقولون يعني يبقى برلمان واحد وغالبا برلمان التشريع اللي هو مثلا عندنا حاليا مجلس الشعب أو دول تأخذ بالنظامين اللي هو مجلس الشعب ومجلس الشيوخ يقولوا عليه في بعض الدول أمريكا يسموه مجلس الشيوخ في إنجترا بيسميه مجلس اللوردات في فرنسا بيسموه الجمعية الوطنية إنما في النهاية يعني بيبقى له هدف معين بيراعب في هذا المجلس اللي هو التاني اللي هو يعني الشيوخ أو اللوردات أو يعني الشورى إنه له وظيفة معينة ويستفيد بخبرات معينة عشان غالبا ده بيبقى فيه بيتعلو فيه نسبة التعيين لأنه بيبقى عايز يستفيد من كفاءات معينة في الدولة يستفيد بها في هذه المصر إن الحقيقة بعد ثورة 52 في مصر كان فيه مجلس الشيوخ قبل اتنين مجلس موابا مجلس الشيوخ لكنه كان في التكوينه يقوم مش على فكرة التخصص إنما فكرة أصحاب الأعيان كبار الأعيان وكبار والبهوات والبشوات ويعينوا فيه شيء شرفي يعني أكتر لا ما كانش شرفي لا ما كان بيقوم بدور تشريعي مهم جدا لكن كان أساس اختياره ومش على أساس الكفاءات بقدر ما كان على تمثيل قبار الأعيان والملاك والعائلة الملكة إلى آخر المبلاء بعد 52 بما أنها كانت ثورة المتحمة بالشعب آه بدأت حلقة ثم بقت بعد هذا ثورة فاكتفوا بيبقى النظام برلماني واحد اللي هو يبقى مجلس كان نسمي اسمه مجلس الأمة مجلس الشورى ده جيه بقى ليه عشان نشوف بقى فكرة أولا المسمى خطأ لأنه مفروض دوره مش شورى ده هو دوره تشريعي وبالتالي لايه جزء بسم مجلس الشورى لأنه مجلس الشورى الفكرة الشائعة حتى وهذا خطأ اللعني لكننا بنقول أن فكرة شائعة عن فكرة الشورى أنه مجرد رأى شورى اتنين لماذا أنشئ مجلس الشورى وهذا له السبب نفهمه بقى طبعا في سنة الثمانين بعد أن واجه الرئيس السادات أحداث 18 والسعتاشر ناير الشهيرة وكان في هذه الفترة تواجد يساري من الناصرين وأمركسين في الجامعات وفي اتحادات الطلبة والآخر وتمت مواجهات حدة وعنيفة في الشارع الرئيس السادات فكر أنه عليه أن يواجه هذه القوة فيعمل لها إيه بقى فكر أنه يفتح الباب للقوة الدينية ويخرج الشباب دول ويعمل لهم منظمات ورحلات ومعسكرات عشان يجي يصف بهم دول وده حصل ده الواقع اللي تم وبعدين عايز ينال رضا الصحافة عنه وفي النهاية الهدف الحقيقي كان فيه تعديلات برضو دستور سنة 80 أنه عايز يمرر فكرة أنه مدته التانية كانت اقتربت على النهاية فعايز يفتح باب أنه هو يمديوله فيعمل إيه فاقترح أنه يضاف للدستور 71 باب يتعلق بإنسان ما مجلس الشورى طبعا الإسلاميين فرح قوي بمسألة القصة دي ويضيف على كلمة الشريعة الإسلامية في الباب التاني الألف اللام على قات الشريعة المصدر عايز بقى يعني ينال رضا الصحافة فقالهم أنه هعملكم سلطة مع أن عمر الصحافة ما تبقى سلطة والعالم كله ما عرفش جرتها السلطات لأن السلطة معناها الجهة التي يكون لها حق إما إصدار تشريع أو إصدار قرار بتنفيذ أحكام الخانون أو إصدار حكم القضاء دول التلاتة يعني يبقى لها قوة إلزامية على الناس إنما الصحافة عمرها ما كان لها قوة إلزامية عظم الصحافة أنها بتخلق وبتكون رأي عام إنما يعني في إطار أنه بيدحك على الناس فعملت سلطة الصحافة ومع مجلس شورى وهمي بولها اختصاصات اختصاص ورقية يعني مجلس يكرم فيه المحلل للمعاش واللي قدموا خدمات أو يرد اللي هو تخسر في الانتخابات أو اللي هو يعني حيثية شخصية عنده فهنا نشأ مجلس الشورى مجلس الشورى ملاقحة ضده لكن متى يكون له دور عندما يكون له دور حقيقي في العملية التشريعية في الخبرات الموجودة أنه نقول آه رغم أنه داخل الدستور فيه مجالس قوامية متخصصة يعني تستطيع أنها تقوم بهذا الضغط دور على خير ما يروع وعلى كل يعني واضح أن الحوار ده هيفضل مستمر الفترة الجاية إذا كان هيكمل أصلا بعد كده مجلس الشورى ولاقة بس في الآخر بمأنه هو واقع فأنا ببعدعو كل الناس اللي بالتبعال أنها تنزل لنصوتها أمانة برضو وهو ليه دور مهم جدا على أقل في المرحلة دي أنه هيبقى بيشارك في تأسيس اللجنة اللي هتضع الدستور فعلى أقل ده دور مهم على أقل في الوقت الحالي في أرجوكوا ما تتقعصوش يعني في المشاركة وبإدلاب سيختاروا بين مين ومين أحمد وبالزحمة هنعمل إيه طيب خلينا ننتقل للمقترحات اللي علاقة بتسليم السلطة لسلطة مدنية منتخبة وفي مقترحات كتيرة عايزة كده نتناقش فيهم واحد واحد وأول مقترح أو مقترح اللي سمعينه مؤخرا كتير يعني هو تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب الحالي اللي هو بالتبعية سيد سعد كتاتني دكتور سعد كتاتني علشان لقيادة المرحلة الانتقالية لمدة ستين يوم لحين الانتهاء من العملية الانتخابية ده أول مقترح تقييم حضرتك إيه أو إيه عيوب وميزات هذا المقترح الحقيقة أنا عايزة أقول حاجة بغض النظر عن الدستير بتقول إيه والأعرف الدستورية بتقول إيه والقوانين بتقول إيه بيبقى فيه ملأمات سياسية في لحظات زي اللحظة اللي بتعيشها مصر الوقت مصر بتعيش لحظة ثورية المفروض أنها تتحول فيها من حكم استبدادة إلى حكم ديمقراطي وبالتالي واضح أن عندنا مشكلة ولو ما فيش مشكلة كانت الناس كلها تبقى مرتاحة في بيوتها ومبسوطة وما فيش انقسامة بين هذا وذاك طالما عندنا مشكلة لازم نتراوه شوي أولا أنه نضع الدستور في ظل عدم موجود أي سلطة منطقي نحن كلنا موجودين ومتساويين موجودين كلنا في الشارع نعمل ترابيزة مستديرة وتعالى منك مجموعة ومن مجموعة ومن اليساريين ومن الإسلاميين والمسيحيين والمسلمين وكل الفئات بتقعد على ترابيزة وتقعد كلهم متساويين وتعالى نتداول المادة دي ايه والمادة دي ايه ونتخانئ ونتشاجر ثم نتوافق هنوصل لصيافنا ما فيش سلطات لكن نحن ننتخب أو نؤسس لسلطة ولا توجد سلطات الأخرى ونقول تعالى نحط الدستور دي كارسة لأن بكل بساطة خصوصاً نحن بنجعل سلطة وحيدة بشكل قانوني بحث بنجعل سلطة وحيدة اللي هي السلطة التشريعية المفروض إنها السلطة التشريعية تتحكم فضع الجامعة التأسيسية ومن ثم جامعة التأسيسية دي ستعبر عن الأغلبية الأغلبية البرلمانية مش هتستعبر عن مجموع الشعب مهما كانت النواية حسنة في السياسة وفي التحولات الدموقراطية اللي بتحصل للدول ما بتنفعش فيها نواية حسنة بتنفع فيها قواعد موضوعية لكن الآن إحنا مش إزاء قواعد موضوعية وإنما نواية حسنة بغض النظر عن النواية الحسنة لو البرلمان أو الجامعية التي ستختار الجامعة التأسيسية اللي هو الشعب والشورى اختير فيه مثلاً طرح هنختار محمد ولا إكس هنقول لا محمد لأنه ده بيقبله الأغلبية بينما إكس مش هيقبله الأغلبية مش هيحصل غير كده ثم نتجي إلى وضع دستور بهذه الطريقة اللي بيهيمن عليها السلطة التشريعية وفي وجودها فقط وفي عدم وجود رئيس لا ده كمان بنضم للسلطة التشريعية لرأس السلطة التشريعية لو رئيس البرلمان بنضم له سلطات رئيس الجمهورية ده احنا بنؤسس لكرسة يعني أنا بعتقد دلوقتي أن احنا أسسنا لمرحلة من التطاحن والخلاف وكمان عايزين نضيف إليها تأسيس لمرحلة من الكوارث ده الاقتراح ده وقت حتى وإن كان لمدة ستين يوم يعني وهو بس إدارة المرحلة في هذه المرحلة يا سيد ليست هناك ضمنات لتوقيتات المجلس العسكري بجلالة أدرو حد التوقيتات الانتخابية كالرئيس الجمهورية يجب أن ينتخب في شهر 11 كان داخل على 2013 لولا الثوار ودلوقتي بيقول انتخابات يوم 20 و27 يونيو وتسليم السلطة يوم 30 من يضمن؟ وبيجادل في قانون القانون بتاع انتخابات الرئيس الجمهورية المفروض أن يثبت التوقيتات كل القوانين بتخرج بسرعة البرق هذا القانون لا يخرج وغالبا حتى لو خرج مش هيبقى فيه توقيتات ففيش ضمنات الحاجة ده على فكرة أكثر من ذلك الحزب الغالب الدكتور خيرت الشاطر وهو ليس من الحزب الحزب الأكثر ليس من الحزب هو من جامعة الإخوان المسلمين ومع ذلك بيقول للفيجارون بارحة كلام كارثي بيقولهم انه اللي بيحصل في الشارع دوت والفوضويين اللي بيعملوه في الشارع دوت ربما يترتب عليه امتداد للفترة الانتقالية من يضمن؟ مين اللي يديني توقيتات؟ ويضمن نفازها فهذا الاختراح من يوجد نظر كارثي طيب أنا عشان الاختراحات كذا حاجة فأنا هدخل الاختراح البعض على طول وهو تسليم السلطة المستشار حسام الغرياني ايه تعليق حضرتك يا أستاذ عساني؟ لا طبعا هو الرجل المستشار أوان حسام الغرياني الرجل المحترم للغاية لكن هذا غير جائز فكرة انك تدماج السلطات في بعضها هزا غير جائز يعني احنا بدايما كان نقول في الدستور ان السلطة المطلقة مفسادة مطلقة لما تيجي تعمل سلطتين وحطوهم في ايد واحدة أو تلس سلطات وفي ايد واحدة ما ينفعش يعني سواء كان فكرة ان يبقى مجلس الشعب هو رئيس المجلس الشعبي هو رئيس الجمهورية وده فيه فكرتين فكرة بتقول انه تسند السلطات رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الشعب أو انه يجري انتخاب رئيس الجمهورية من خلال مجلس الشعب الفكرتين دول هي ترجمة صادقة جدا لفيه حاجة في النظم الدستورية اسمها نظام الجمعية نظام الجمعية ان السلطة التشرعية تبهيها ذاتها السلطة التنفيذية ودي من حقاية اسوأ نتاج في تاريخ البشرية وفشلت في فرنسا خمس مرات وفي اسبانيا وفي النمسا ولا يوجد في العالم الآن سوى نظام واحد بيطبعها في سويسرة ده له طبيعة خاصة وبالتالي لا يجوز بيحامل احوال انك تجمع السلطتين تركز السلطتين في ايد جهة واحدة خاصة في زل اغلبية برلمانية لمجموعهم الاماشهد الاخر والمتداخل جدا واللي عامل مشاكل واللي انا اعرفه بقى لو احنا بنتكلم في القانون انت عند الجماعة قالوا بنخرج منها جناح سياسي وهو الحزب المفروض ان هذه الجماعة لا يكون لها دور في الجانب السياسي هي بقى لها خلاص جناح سياسي حزب ترجع بقى لدورها الطبيعي التبشير والدعوة ومسألة انها تدخل في نطاق الاعمال الخيرية باعتبارها جامعية خيرية اذا كانت مشارة يعني لو احنا بنطبق قانون ودستور فيبقى كله منخرط على اساس سيادة القانون وبالتالي هذا كلام عبس انه يخرج حد من الجماعة يتحدث في امور سياسية ده مش خصاصه عندك قلت انا بطلع حزبي يعبر عن الجناح السياسي اتفضل حزبي يتكلم او الاغلبية بتاعك تتكلم انت دورك انتهى وخلص ورجع مواقعك الامر الاخر بقى للسيناريو الاخر وده اللي احنا يعني اللي سمعناه انه يبقى فيه المفروض الانتخابات تتم بسرعة انا مع الدكتور متخوف من قصة الالتزام بالبرامج لانه لو كانت المسألة فيها جدية كانوا انجزوا القانون التعالج من انتخابات الرئاسية لانه برضو المشكلة انه في العين الدستوري لما نقل من دستوري 71 المادة 76 خد منع كانت من انتخابات الرئاسية دي الى لجنة برئاسة رئيس المحكامة الدستورية العليا جاء وقال كان القانون الاولاني الدستوري يقول ان رئيس الجمهورية يعرض على المحكامة الدستورية العليا القانون وده كان خطأ شديد لانه بيدي شخص هيترشح على موقع ان هو يعمل القانون ويعرضه على المحكامة الدستورية فيه مصلحة هنا برضو في الاعداد القانون في الاعلان الدستوري قال ايه ويعرض مجاهل من اللي يعرض محددش ويعرض القانون على المحكمة الدستورية لكن أيضا متضمن كارثة أخرى متضمن أن القرارات التي تصدر عن هذه اللجنة لا يجوز التعني عليها بأي شكل من الأشكال وهذا مخالف لمبدأ في الدستور ورد في الإعلان الدستوري وفي دستور 71 أن حق التقادي وما لا يجوز تحسين أي قرار ما يطعني عليه وهذا خطأ شديد جدا نهيكا بقى عن هذا نتكلم عن حل العملي لمسألة انتقال السورة قبل أن تتكلم عن حل العملي كان فيه بس مقترح تاني اللي اقترحه لحدك قلته في وسط الحديث وهو مقترح دكتور برادعي أنه يتم انتخاب لجنة من داخل مجلس الشعب اللي هي نفس الفكرة كل ده بيصب في نفس الأفكار حدك برضه مش متفق مع دكتور محمد لأنا خالص اللي قاله الأستاذ عصان في أنه ده في الحقيقة تركيز للسلطة في جهة واحدة في النهاية اللجنة دي حتنتخب من مين؟ من السلطة التشريعية فأنت كده بتسمحي للسلطة التشريعية وفي الحقيقة في الوضع السياسي اللي احنا بنعيشه أنت بتسمحي للأكترية أنها تتركز في إيديها كل السلطات بما هتختار مين؟ يعني خلينا نطرح أسماء تختار مين؟ فهتختار الملائمين له طيب خلينا نتكلم بقى عن الحلول العملية عشان كمان نبتدي نجمع دكتور محمد حيك شايف إيه الحلول العملية لتسليم السلطة لسلطة مدنية؟ أنا في الحقيقة من وجهة نظري أنه إحنا دخلنا في طريق بقى يعني تراكمت في مجموعة كبيرة أو من الأخطاء وعشان نحلها عايزين مواقف أكتر شجاعة أنا من وجهة نظري أنه انتخابات رئيس الجمهورية الآن ما فيش عائق قانون وفقاً لللي تم بانتخابات البرلمان ما فيش عائق قانون ما فيش عائق إيه؟ انتخابات راسية ما صدرش أما هو أنه يصدر بقى يصدر القانون وتجرى انتخابات الآن بغض النظر عن وضع الدستور وحتى ده يتلاءم مع الترتيب اللي الناس استفتيها تعليف 19 مارس أنه رئيس الجمهورية بقى موجود مع البرلمان قبل وضع الدستور وما نعلقش ده على وابع الدستور وإلا ده تخلينا نقول أنه المجلس العسكري ما زال يتمسك أنه يبقى موجود عشان يشوف الدستور طب وجهة نظر مضادل ده بتقول طب إذا نحن نخلق ديكتاتور جديد يعني برضو هنجيب تاني ماء رئيس الجمهورية من غير ده كلام فاضح لأنه الدكتاتور الحقيقي هو الذي يجمع القوة والسلطة لول مجلس العلاقات المسلحة ده اللي فيه يكمن برسومة الدكتاتورية لأنه عنده السلطة وعنده القوة لكن الرئيس أنا أنتخبه بأي أن كانت السلطات أنا اللي جايبه التحرير يسقطه ومش هتصدم ساعتها مع الجيش بقى وما فيش المشاكل دي هيقوله أصله جاي ولسه هيجي على أنهو دستور ما انت جبت برلمان على غير الدستور ما فيش دستور وجبت برلمان إيه المانع أن انت تجيب رئيسه فأنا عايز كل السلطات تبقى موجودة عشان تبقى موجودة عند وضع الدستور ولو كان عندنا قدر موازن من الشجاعة كمان في ذات الوقت نعدل المادة ستين من الإعلان الدستوري بالفصل ما بين السلطة التشريعية ولجنة وضع الدستور إن لجنة وضع الدستور في الحقيقة يجب أن ترد إلى الإرادة الشعبية اللي الكل بيتمسك بها إنه يتم انتخابها مباشرة من الشعب أيا كان اللون برده السيادة وساعتها تحط قواعد موضوعية لاختير هذه اللجنة وأنا في الحقيقة بدعو البرلمان إذا أراد أنه هو بقى ياخد المبادرة ويمسك الخيوط في إيديه ما يستنىش المجلس الأحلقات المسلحة يطلع قانون من دلوقتي يسمه قانون وضع الدستور هذا القانون ينظم فيه لأنه لعنات الدستوري بيقول إيه يختار أعضاء البرلمان لو أعضاء مجلسي الشعب والشورى لجنة الدستور ما قالش طريقة الاختيار فهو ينظم الموضوع بطريقة موضوعية ويشيل مع نفس الشبهة وهذا التوجه حتى ديني أن الواحد يتجنب الشبهات يشيل الموضوع منه ويطلع قانون يقول يجب أن تختار الجامعات التأسيسية بالطريقة التالية ويردها إلى الانتخابات عشرين من النقابات وعشرين من أعضاء التدريس وعشرين من العمال شبه وثيقة السلمي اللي اعترضوا عليها بغض النظر لا وثيقة السلمي كانت صادرة من غير مختص ومن واحد برضو كان ليه مصلحة بس أنا دي بنكلم على جزئية اللجنة التأسيسية تحديدا معبر عن من له مصلحة لا أنا بقول هنا صاحب صاحب السلطة التشريعية الوحيد المنتخف في الدولة الآن يستطيع أن هو يطرح الموضوع في قانون ويصدره ويخرج الموضوع من إيده ويرد الموضوع للشعب مرة تانية المانع طلعت ورق شكحية أنا طلعت ورق لأنه الحقيقة يعني للأسف الشديد عندما تطرح فكرة دائما يتم تصدير أمور غير حقيقية ولو ينصوص ولو يأفقار طيب عشان الوقت عايزين أرجوك بس انتجيت على هم نقطة مع الاشتناس واحد أنا متفق تمام مع الدكتور أنه لم يبغي الإسراع بأقصى درجة في إنهاء مسألة انتقال السلطة التنفيذية إلى الرئيس الجمهورية المنتخب لا جدالة في هذا اللي بيقوله بقى أنه ما ينفعش رئيس الجمهورية يجي من غير دستور أقوله أنت نفسك الذي طلبت وهذا غير حقيقي وهذا غير حقيقي الذي طلبت أن البرلمان يجي أولا أولا ومن غير دستور ومن غير حتى اختصاصات وردت في الإعلان الدستوري زي ما شرحت في الأول صحيح العكس وصحيح بقى لعفك رئيس الجمهورية له اختصاصات واضحة في الإعلان الدستوري اللي بيبشرها مجلس الأهل القوات المسلحة الآن يعني المادة ستة وخمس المادة بص حضرتك أنا بقى جبتها عشان أي عشان كده مادة اتنين وخمسين رئيسة خمسة وعشرين رئيس الدولة رئيس الجمهورية ياسر على كذا وكذا ويباشر فور تولي منصبه الاختصاصات المنصوصة عليها بالمادة ستة وخمسين من هذا الإعلان معاد البند الأول والتاني البند الأول والتاني من المادة ستة وخمسين اللي هي بتتكلم عن اختصاص التشريع اللي بيبارسه الآن المجلس الأهل القوات المسلحة وإقرار السياسة العامة اللي هم اختصاص البرلمان يبدأ من ثلاثة لعشرة سبع اختصاصات كبيرة جدا لرئيس الجمهورية إذن هو جاي على سلطات وردة في محددة يعني بالعكس ده سلطات مقيدة كمان مش حيجي يعني يقدر يحكم زي ما هو عايز أنا عايز الورقة ده ممكن أحتفظ اتنين خدي بقى القنبلة الأخرى المادة عندك اللي هي واحد واربعين بتقول ان بين اختصاص رئيس الجمهورية أنه هو الذي سيقوم بتعيين تلت أعضاء مجلس الشورى وبالتالي عدم تعيين رئيس مجلس عدم انتخاب رئيس الجمهورية الآن معناه أن مجلس الشورى هيبقى منقوص تلت ومتشال لأن الذي يعين تلت الأعضاء هو رئيس الجمهورية وبالتالي لما فر من وجود رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية واحد طيب نعمل ايه عشان نحقق ده أنا رأي الشخص نمرة واحد المجلس الأعلى قوات المسلحة كان قعد مشروع قانون انتخابات رئيسية وعرضوا على محكمة دسترية المحكمة دسترية قالت عليه ملاحظات ورجعته تاني الآن وقد جاء مجلس برلماني موجود المفروض أن هذا القانون مجلس الشعب يعيد يعمل سياغة له على ضوء ملاحظات المحكمة دسترية ويعرضه على المحكمة دسترية لننتهي منه في خلال أسبوع ثم يتم فتح باب الترشيح لرئيس الجمهورية انتخابات رئيس الجمهورية 15 فبراير والقانون يبقى فيه مدة 60 يوم للإجراءة انتخابات يستطيع أن الرئيس الجمهورية يتسلم سلطاته في 15 إبريل 2012 يبقى احنا وفرنا شهرين ونص بدل ما 30 ستة يبقى عندنا في 15 إبريل رئيس الجمهورية وحيكون مجلس الشورى قد تم انتخاب التلتينه ويصد الرئيس الجمهورية فور توليه التلت المعين في مجلس الشورى في الثلاث مؤسسات اللي هو بعد كده هيتلغي برضو معدنا بقى بعد الدستور بقى وهذا يمشي يمشي بالتوازي مع وضع الدستور طيب يعني هما ليه بيفتعلوا هذه المشاكل أنا عايز أقول حاجة بس عايز أقول حاجة 30 ستة اللي بيتكلموا عنه ده هو فضل الصوار لأنه هما كانوا محددين برنامج إنه بعد ستة وعشرين شهر يبقى في إبريل 2013 ينتخب رئيس الجمهورية طيب أنا بس برضو هسأل سؤال بس سريعا أرجوك دكتور محمد دلوقتي فرق ديه ستة من أربعة بقى يعني ده أنا قصدي ده كلام الناس بده في الشهر فرق شاسع أولا فرق شاسع حتى الأسبوع فرقي كبير طبعا لكن في النهاية هيحسم الموضوع أن مؤسسات الدولة تكون كلها موجودة ثم نبدأ في وابع الدستور دكتور محمد محسوب عميد كورية حق جمعة المنوفية شكرا جزينا عن جودك معنا النهاردة أستاذ عسامل اسلموليا الفقيه الدستوري نورتونا شكرا جزينا وأنا بلك ورايب تاني عشان مساعدت بالأخبطين كلام العظيم شكرا جزينا أنها المشكلة في العديد خلصت حلقتنا النهاردة بكرة أكيد حلقة جديدة من نهارك سعيد ونفسي نبتدي نقول على الأجزاء من الحاجات التي تكلمت فيها النهاردة قد يكون أنك تزور أحد أسر الشهداء قد يكون أن أنت تكتب حاجة ما عرفش بس يعني سنة على ثورة الغضب أعتقد كلنا محتاجين كده نحن نعمل كشف حساب لأنفسنا كمواطنين صباح الفل